بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي الله في قسم الأحياء قلة العلوم جامعة الملك خالدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكلم في مقرر الحبليات أو الكورداتا والنهاردة بنوصل الكلام وبنكلم في التتربودة أو رباعيات الأقدام شعابة الفقريات تقسم إلى زي ما خدنا بالكرة طبعا إلى فوق طائفة اللافكيات اللافكيات وفوق طائفة الفكيات أو الجناثة استماتة يبقى أنا عندي الفقريات اتنين فوق طائفة واحدة بدون فك والتانية لها فك الفوق طائفة الأولينية لإجناثة لها لا فكيات فيها الطائفة واحدة اللي هي طائفة دائريات الفم أو الكلاصي سيكل استماتة وزي ما تكلمنا قبل كده وخدنا اللي منها اللامبري أو الجالكي أو البتروميز فوق طائفة الفكيات تضم بقى ستة طائف رئيسية اللي هي طائفة الأسماك الغضروفية كوندريكسيز طائفة الأسماك العظمية أوستيكسيز طائفة البرميات الأمفيبيا طائفة الزواحف طائفة الزواحف الريبتليا طائفة الطيور اللي هي الكائنات اللا رهلية يعني اللا رهلية يعني الكائنات اللي ليس لها غشاء أمن يحيط بالجنين بتاعه يبقى سواء كانت أسماك غضروفية أو عظمية يعني الأسماك والبرميات اللي اتنين دول مع بعض نقول عليهم إيه نقول عليهم لا رهلية لكن الزواحف والطيور والثاليات التلاتة دول مع بعض نقول عليهم الحيوانات الرهلية أو الأمنيوتا اللي هما الرهليات لو جينا نبص على الطائفة البرميات والزواحف والطيور والثريات هنلاقي أن فيهم صفة تجمعهم مع بعض اللي هي صفة ربعية الأقدام يعني هي كائنات عندها أربع أطراف بسمها ربعية الأقدام أو التترابودا طيب اللا رهليات نهي اللي هي الأسماك والبرميات طيب البرميات هنضموها لزواحف وطور والسريات في حاجة واحدة إن هي ربعيات الأقدام طيب الزواحف وطور والسريات التلاتة مع بعض نضموهم في الرهليات أو الأمنيوتا ربعية الأقدام لما تجي تعرفها تريدها حيوانات فقرية طبعا لها أربعة أقدام ملائمة للمعيشة على الأي على اليابس هذه التسمية لتسهيل الدراسة فقط طبعا ولا تعتبر من مراتب التصنيف يعني ما تقولش مثلا تقول جروب تترابودا أو تقول جروب الرهيلة ربعيات الأقدام يعني دي ليست من ايه أوضاع التصنيفية يعني يعني الشعبة الطائفة الأوردر الفاميلي كل كلام ده من ايه التصنيف أو مراتب تصنيفية لكن ما تقولش ربعيات الأقدام وتقولها ايه تقول عليها من مراتب التصنيف لكن احنا بنقول ربعيات الأقدام اللي هي البرميات وزواح فطور والثاديات على أساس ان احنا نجمعهم مع بعض ونبعارفين كأن الدول عندها أربع أقدام وأربع أطراف الصفات العامة لربعيات الأقدام أول حاجة يوجد عنق تسمح بالتفاف الرأس وتساعد في عملية الإغتزاء وإيه والرؤية طبعا توسع مجال الرؤية يوجد عمود فقري بارتبر الكولم يمنع التواء الجسم ويدعم الجسم وساعد في عملية الحركة يوجد رئات ويوجد دورة دموية رئوية طالما نحن نبقينا على الأرض وتنفسها على الجو يبقى لازم يكون فيه رئة ويبقى فيه دورة دموية صغرى يوجد جلد طبعا بسكن له طبقة قرانية خارجية هورني لير هورني لير الطبقة القرانية والطبقة القرانية دي عبارة عن جلد مدقرن جلد ميت شبه ميت يفقد الأنوية وتفقد الحساسية بتاعة الخلايا وبتالي يدي بسمها طبقة قرانية خارجية لمنع تبخر الماء وطبعا تقلل الإحساس عشان تقلل الألم لما نتيجة احتكاك الجسم ببيج جسم غريب يوجد غدد فمية لترطيب الفم طبعا لأنه مش عايش في المياه ويعايش في الهواء فلازم يبقى فيه ترطيب مثلا زي الإنسان في الغداد اللعبية الربعات الأقدام الصفة اللي بعد كده البيضة الموجودة لازم تكون مغلفة بقشرة طالما أنه هي هتبقى تنمو خارج الجسم زي مثلا الطيور والزواحف أو البرميات البرميات حاليها مختلف لأنها بتنمو في المياه فالجو في الوسط المائي بيبقى راتب خلاص ما فيش مشكلة على الجسم يعني لكن طالما تطلع الأرض لازم تكون مغلفة بقشرة عشان تبنع تسرب وتبخر المياه من جسم البويضة فالبويضة لازم تكون مغلفة بقشرة كمان لازم يوجد فيه أغشية جنينية لحماية الجنين من الجفاف والصدمات الخارجية لأنه احنا قلنا إنه لو نمى هينمو خارج جسم الأمة مثلا لو ما بنتكلمش على الثديات فلازم يبقى فيه آلية معينة تحافظ على حياة الجنين تبنعه من الجفاف وتبنعه من الصدمات الأغشية الموجودة دي هي الأغشية الجنينية أو الغشاء اللي هو غشاء الرهل وده الأمنيون وأي كأن فيه غشاء الرهل ده يحضب الجنين على طول مباشرة بيبقى فيه سائل اسمه السائل الرهلي أو الأمنيوتك فلاويد ويحافظ على الجنين ويحفظه من الصدمات والجفاف واللي فيه الأمنيون نقول عليهم أمنيوتا كل ما عندوش أمنيون نقول الآن أمنيوتا غشاء السلي اللي هو الكوريون وده الكوريون ده الموجودة غشاء اللي بعد كده وبعد كده غشاء السجق أو السجق اللي هو الألان تويس اللي هو اللي بعد السلي وبعد كده فيه كيس المح أو اليوكساك ولا طبعا ده تغذية الجنين الممدادة بالمواد الغذائية اللازمة لنموه طالما ينمو خارج جسم الأم زي ما قلنا الغشاء الرهلي هو الغشاء بيحيد بالجنين ووظيفته أنه يحافظ على جنين ويمن الجفاف والصدمات الخارجية الممتلئ بسائر الأمنيون البرميات لا تحتاج لغشاء الرهلي زي ما قلنا أنها جسمها ينمو في الوسط المائي لطائفات الرهليات والنزوحة والطول والسريات واللارهليات اللي هم ده الصورة بتوضح لك الأغشية الجنينية للربعيات الأقدام أول ده الغشاء اللي في النص ده اللي هو غشاء اليوكساك اللي ممتلئ باليوك اللي هو المدلغ الغذائية زي صفار البيت اللي هو موجود في الأمام هتلاقي ده منطقة الرأس مثلا وده منطقة الذيل هتلاقي الأول غشاء بيحيط به الجنين يبقى اسمه غشاء الأمنيون وده اللي بيحافظ على الجنين بعد كده هيبقى فيه الغشاء اللي بعد كده اللي هو الجزء الصغير ده اسمه والغشاء الكبير اللي فوق ده وده الموجود ده اللي هو غشاء الكوريون ربعيات الأقدام لها أطراف خمسية الأصابع بسمه البنتا داكتايل لمبس البنتا داكتايل لمبس بنتا داكتايل لمبس نكلم عليها بعدين قوية ومدعمة طبعا بإيه فالنجس أو يظام يعني يوجد فيها طبعا حزام صدري يحمل الطرف الأمامي بيكترال جيردل وحزام حوضي اللي يحمل الهيند ليم بالطرف الخلفي تكون الحزام الصدري من نصفين يوجد من كل منهما تجويف أروحي لو سموه الجلونويد كافتي للتمفصل طبعا مع الطرف الأمامي يبقى لو بيحمل الطرف الأمامي الحزام الصدري مكان تمفصله اسمه جلونويد كافتي كل نصف يتكون منين؟ نحن نقول نوها نصفين لو حتى بتكلم على الإنسان هتلاقي المنتصف الأيمن والأيصر كل نصف يتكون من ايه؟ عزمة زهرية برضو عندك بسموها اللوح أو السكابيولة وعزمتين بطنيتين وحده اسمها الترقوة كلافيكل اللي عندك العزمة اللي هي في تحت ده اللي هي رفيعات طويلة دي واللي بعد كده العزمة اللي بعد كده مدور عندك او طويلة شوية ببعض كأنه تسموها الكوراكويد أو الغرابي بدايس اللي هو قال ايه؟ الحزام الصدري عبارة عن اللوح والكلافيكل والكوراكويد فيه كمان تجويف جوه التجويف ده اسمه جلونويد كافتي عشان يتمفصل معه الهيد اوف يومرس او رأس العدد في الطرف الامام ده الاسكابيولة جزء الكبير ده ونهاية الاسكابيولة هتلاقي فيه جزء صغير ومنبعج للداخل كده اللي هو بسموه تجويف الأروح او الجلونويد كافتي الهيد اوف يومرس اللي هو رأس العدد حتى تجويف ده مع التجويف ده يبقى ده عملية الارتكوليشن او التمفصل الطرف الامامي مع الحزام الصدري هتلاقي فيه كمان الكلافيكل اللي هو الترقوه وتلاقي فيه كمان الكوراكويد او الغرابي وده الطرف اللي الحزام الصدري ومنبعج معه جزء من الطرف الامامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته